المسائية من الميدين وفي عنوينها الاعتداء على مقر للحجر الشعبي في قاعدة كالسو يؤكد المؤكد العراق ركن أساسي في المعركة فما دلالات ما جرى وانعكاساته الإقليمية مصادر قيادية فلسطينية رفيعة للميدين حماس قد تفكر في بداء التفاوضية أخرى لأن المسار الحلي لن يقود إلى اتفاق والرئيس الفلسطيني يعلن إعادة النظري في العلاقات مع واشنطن كيف يمكن فهم ارتفاع منسوب الثقة الفلسطينية كأنها اعتداءة لتفريغ شحنات عصبية لا هجمات لها ما يكون بعدها من تداعيات وإن كانت رسائل فهي تبدوها زيلة منذ ما جرى في أجواء أصفهان هذه المرة كان الاعتداء في العراق السيناريو نفسه اعتداء من دون أن يكشف المعتدي عن نفسه ومسؤوليته مقر الحشد الشعبي في قاعدة كالسو في عين التحقيق اليوم وفي الطريق إلى النتائج برز تصنيف ما جرى بأنه عدوان عبر بيانات لقادة في الحشد والمقاومة برز ذلك أيضا في الرد السريع قبل تلاشي الليل وحلول الفجر عبر إعلان المقاومة العراقية ردها على انتهاك سيادة العراق باستهداف نقاط في عمق كيان الاحتلال العراق جزء من كل جزء حيوي من وضع إقليمي يشهد تعديلا مستمرا في معادلاته وتبدو التعديلات من جهة محور المقاومة في مسار تصاعدي هذا ما تفسره على الأقل اللغة الواثقة التي كشف من خلالها للميادين مصدر قيادي في المقاومة الآتي المقاومة الفلسطينية تفكر في خيارات بديلة في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي المانع التوصل إلى حلول منطقية تلب الشروط الطبيعية للمقاومة وفي مسار آخر وبلغة مشابهة يكشف الرئيس الفلسطيني التوجه إلى إعادة النظر في العلاقات مع واشنطن بعد استخدامها حقا نقد الفيتو لمنع إقرار طلب فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة صحيح أن خلاصة المشهد معقدة وربما تتعقد أكثر لكن صحيح أكثر أن النبضة الفلسطينية يرتفع وأن الأزمة تتكثف في المسار الإسرائيلي وما حوله من حلفاء صاختي في مسائية الليلة مشاهدين سيكون معنا من بغداد الكاتب والخبير بشؤون السياسية الأستاذ كاظم الحاج معنا من رام الله الكاتب والمحل السياسية الأستاذ ساري عرابي ومعنا من نيويورك الخبير بشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي والبداية من العدوان في بابل على أحد مقرات الحجد الشعبي أستاذ كاظم الحاج حتى الآن التحقيقات لم تحدد بشكل مفصل أو بشكل دقيق كيف حصل الاعتداء من المعتدي ولكن كان هناك بيان من المقاومة الإسلامية تتحدث فيه عن رد على الاعتداء الصهيوني على الحجد الشعبي في العراق لماذا حسمت المقاومة الإسلامية بأن ما حصل هو عدوان إسرائيلي على الحجد الشعبي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الفاضل والضيفيك الكريمين وطبعا لكادر ومشاهدي شاشة الميادين الفضائية المواجهة ما بين فصال المقاومة العراقية والقوات الأمريكية المحتلة للأراضي العراقية مستمرة حقيقة منذ عام 2003 إلى الآن بمختلف صفحاتها سواء كانت المواجهة المباشرة أو المواجهة بالإنابة مع المجامع الإرهابية التي أوجدتها القوات الأمريكية وضمن هذا السياق أيضا هناك مواجهة مستمرة حقيقة مع الكيان الإسرائيلي أولا وابتداء العراق كدولة بشكل رسمي لا يعترف بالكيان الإسرائيلي وبالتالي هو عدو وبالمقابل أيضا الكيان الإسرائيلي يعتبر العراق عدو وأيضا هناك موقف رسمي واضح من قبل الحكومة العراقية فيما يخص أحداث غزة وهناك موقف أيضا رسمي واضح في البيت الأبيض من قبل سيد رئيس الوزراء وأيضا كانت هناك اعتداءات سابقة بالنسبة للكيان الإسرائيلي على مستوى صاروخي أو طيران مسير واستهدف قواتنا الأمنية في الحج الشعبي سواء على الحدود العراقية السورية أو في الداخل العراقي وبرعاية ومعلومات وتجسسية أمريكية أو طيات للكيان الإسرائيلي هذا من جانب من جانب آخر نحن نتحدث عن اعتداءات كالسو أو حادثة كالسو قبل أقل من 24 ساعة من هذه الحادثة سقطت أيضا صواريخ إسرائيلية الصنع في العراق بالقرب من هذه القاعدة على مستوى يعني على موقع جغرافي جنوب شرق وأيضا شمال شرق أيضا الوقاعة الموجودة على الأرض في القاعدة تؤكد أن هناك استهداف صاروخي الذي ترك الحفرة عمقها اتجاهاتها أيضا وجد في داخل المكان الاعتداء بقايا لصواريخ أمريكية الصنع ويوجه بالليزر كل هذا لائل وقراء أن تؤكد أن ما تمهوا اعتداء سواء كان أمريكيا أو إسرائيليا النفي لا يعطي شيئا ذا قيمة بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة حتى للكيان الإسرائيلي آخذين بنظر الاعتبار أن الموقف الرسمي الأمريكي يصنف الحج الشعبي على أنه مجامع إرهابية وبالتالي أي موقف من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذا التصنيف لا قيمة له حقيقة وأيضا مسألة أن يكون هناك اعتداءات وعدم التبني بالنسبة للكيان الإسرائيلي والقوات الأمريكية حدثت سابقا مع القوات الأمنية وخصوصا مع الحج الشعبي لذلك كل هذه القراءة والأدلة تؤكد أن ما تم في قاعدة كازه واعتداء واضحا على المنظومة الأمنية العراقية على الحج الشعبي نضيف إلى ذلك أن هناك تصريحات أيضا لرئيس اللجنة الأمنية لمحافظة بابل أكد أن ما تمهوا اعتداء وأنه لا يوجد في هذه القاعدة أي ذخائر ممكن أن تكون عرضة للتفجير أو لسوء التخزين أو غيرها من المبرارات الأخرى التي ربما يبنى عليها من أجل تبرير ما تم على كل حال هنا من المفيد أيضا أن نذكر مشاهدين دائما أن الحجد الشعبي العراقي هو مؤسسة أمنية عراقية رسمية مثل الجيش العراقي مثل أي قوات أمنية عراقية أخرى موجودة في البلاد وتاليا الاعتداء على الحجد هو اعتداء على العراق كل العراق رسميا وشعبيا هنا أيضا أستاذ محمد سطوحي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت بيانا عبر قيادة المركزية الأمريكية تنفي فيه الضلوع بالاعتداء على العراق وقالت أنه لم يكن لها أي نشاط فوق مقرات الحجد الشعبي حتى التحالف الدولي سار علي نفي أن يكون له أي علاقة بهذا الاعتداء على الحجد الشعبي ولكن هل هذا يعفي واشنطن من المسئولية وهي المتواجدة من العراق منذ 2003 خرجت عام 2011 ثم عادت عام 2014 أنا اعتقادي أن واشنطن صادقة عندما تنفي لأنه ليس من مصلحتها الدخول في هذه الاشتباكات الآن مع أي قوات في المنطقة لاحظنا أنه بعد الأحداث في غزة كان هناك بعض التصعيد المتبادل ولكن كان هناك حرص من واشنطن على أن تتفادى تصعيد الاشتباكات مع أي قوات موجودة في العراق أو في سوريا أو في المنطقة عموما فعندما تنفي الآن وصارعت بهذا النفي كان هذا في إطار الحرص على أنه لا يكون هناك أي تهديد انتقامي لأنه هناك قوات أمريكية في المنطقة وهي لا تريد تعريضها للخطر هي موجودة لأهداف معينة ولا تريد أن يكون هناك أي شيء يؤدي إلى تهديد وجود هذه القوات وتصعيد الاشتباكات مع أي قوات في العراق هذا معناه تهديد وجودها وتعرضها لمخاطر لا تريدها الولايات المتحدة لذلك كان الإصراع كان من الممكن أن يسكتوا ولكنهم سارعوا فورا بالقول أنهم غير مسؤولين عن هذه الأجمات لأنه لا يريدون أي شكوك حتى من جانب أي قوات في المنطقة بشأن القوات الأمريكية وبالتالي يبدأون في شن هجمات انتقامية ضد القوات الأمريكية وأنا اعتقادي أنهم كانوا في ذلك إلى حد كبير أستاذ محمد ولكن هل هذا يعفيها أنا قصدت هل يعفيها من المسؤولية كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية وبعد قليل أستاذ قاظم قد يفيدنا أكثر أيضا بهذا الموضوع هي متواجدة بقوة بالعراق خاصة على مستوى الرصد مستوى المسيرات هي ترصد كل شيء تقريبا في العراق إذا ما كان هذا فعلا عدوان إسرائيلي كما قالت المقاومة الإسلامية في العراق هل معفية واشنطن من المسؤولية هذه مسألة من الممكن أن يكون فيها كلام 14 نيسان وستاذ محمد كما تذكر 14 نيسان عندما قامت إيران بتوجيه ضربة إلى إسرائيل انبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لصد هذه اللاجمات عن إسرائيل لا شك في أن هناك دعم قوي من الولايات المتحدة لإسرائيل في كل شيء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة توافق على كل ما تفعله إسرائيل كان هناك خلافات جوهرية بينها وبين إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة بشأن الحرب في غزة واعتقاد الشخصي أنهم غير راضين عن العملية العسكرية الإسرائيلية في العراق التي تمت بالأبس لأن هذا كما ذكرنا فيه تهديد لوضع القوات الأمريكية ويؤدي لتصعيد لا تريده الولايات المتحدة واشنطن تؤكد دائما واعتقادي أنها جد في ذلك على عدم توسيع المواجهة من غزة إلى المنطقة المحيطة بما يهدد بإشعال حرب شاملة أي شيء من الممكن أن يؤدي لذلك فإن واشنطن ستجد لديها غضادة كبيرة في أنها تسير في هذا الاتجاه هل أبلغت إسرائيل واشنطن بهذه العملية قبلها؟ لا أدري لا يوجد تأكيد ربما ولكن في كل الأحوال لا أعتقد أن واشنطن ستكون راضية عن هذه العملية وربما يؤدي ذلك إلى توتر ما بين الجانبين لأنه كما ذكرت فيه تهديد لواشنطن إذن هل واشنطن مسؤولة في نهاية الأمر هي تقدم لها الدعم العسكري الدعم المالي الدعم اللوجستي الغطاء السياسي من هذه النحية هناك مسؤولية ما ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها مسؤولة بشكل مباشر لأنه في نهاية الأمر هناك علاقات كثيرة بين دول المنطقة ودول أخرى وجماعات أخرى هناك مساندات هذا لا يعني بالضرورة أنه تحميل كل دولة مسؤولية لأنه كما رأينا مثلا هناك محاولة لتحميل إيران المسؤولية عما يقوم بالحطيون في اليمن هناك علاقات بين الحطيين وإيران لكن هل هذا يعني أن إيران مسؤولة مباشرة عما يقوم به الحطيون هل هي مسؤولة مباشرة عما يقوم به الحجر الشعبي أو حزب الله هناك علاقات لكن ترجمت ذلك إلى مسؤولية مباشرة يؤدي إلى تصعيد بالتوترات وربما المواجهات بما لا يريده أي من الأطراف على كل حال ما نعرفه حتى الآن أستاذ ساري عرابي استنادا إلى بيان المقاومة الإسلامية في العراق أن إسرائيل تقف خلف هذا الاعتداء تاليا إلى أي مدى هذا يظهر أن هناك فعلا فاعلية كبيرة لهذه العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في العراق وتركز فيها بشكل كبير على منطقة إيلات في الفترة الأخيرة أم الرشراش وحتى أيضا استهدفت مناطق في تل أبيب حتى في إحدى المرات أصابوا أحد النقاط في كرياتش مونة إلى أي مدى هذا يؤكد على أن هذه المقاومة العراقية بالفعل اليوم تؤثر من خلال مساندتها للمقاومة الفلسطينية أعتقد أننا في موقف استراتيجي غير مسبوك في تاريخ الكيان الإسرائيلي على الأقل منذ خروج الثورة الفلسطينية من محيط فلسطين من الأردن ومن لبنان وهذا تحديدا من بعد السابع من تشرين أول أكتوبر 2023 إسرائيل لأول مرة منذ عقود طويلة في الحقيقة تتعرض لهجمات وضربات من أماكن متعددة سواء من داخل فلسطين إذا كنا نتحدث عن قطعة غزة أو من الضفة الغربية أو من جنوب لبنان أو من العراق أو من اليمن وأخيرا من إيران بقطع نظر عن السياق أي ضربة من هذه الضربات ولكن هذا مشهد استراتيجي جديد غير مسبوك يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للكيان الإسرائيلي ومن ثم إذا كنا نقرأ المراجعات الاستراتيجية النقدية العسكرية والأمنية والسياسية في الصحافة الإسرائيلية فالكياد الإسرائيلي مدرك تماما لطبيعة التحول الجاري من بعد السابع من 21 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة ومن ثم هذا الأمر في هذا المستوى فقط يعني فقط في هذه الحدود مجرد وجود أكثر من جبهة أو أكثر من طرف وأكثر من أرض عربية أو أرض إسلامية أو أرض إقليمية محيطة بالكياد الإسرائيلي تضرب الكياد الإسرائيلي وتقصف الكياد الإسرائيلي فأنا أعتقد أن هذه قضية خطيرة جدا بالنسبة للكياد الإسرائيلي وبنسبة لداعمي الكياد الإسرائيلي وحلفائه في الإقليم أو على مستوى النظام الدولي ومن ثم الكياد الإسرائيلي ينظر بخطورة كبيرة في الحقيقة إلى مجمل هذه التحولات الموجودة في الإقليم هذه التحولات تدل على حالة من الانكشاف الاستراتيجي الذي يعاني منه الكياد الإسرائيلي الحديث عن الانكشاف الاستراتيجي الحقيقة واسع سواء في الأوساط الغربية حتى أو حتى في داخل الكيان الإسرائيلي هذا الأمر بدأ أول مرة في عملية طفان الأكثر التي نفذتها حركة حماس حينما بدأ أن الأمن الإسرائيلي ليس أمنا خارقا وليس أمنا استثنائيا وأنه تمت إمكانية للفعل والتأثير وصناعة فارق وصناعة عمل خارق من الطرف العربي أو من الطرف الفلسطيني بالرغم من الفارق الهائل في الكوة هذا الأمر حصل مرة أخرى الآن هناك نقاش كبير في الأوساط الإسرائيلية بضرورة استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان واستقالة الوحدة المسؤولة عن الأمن الصيفراني والتجسس الإلكتروني والتنصط على الإقليم وعلى إيران لأن كان هناك تقديرات خاطئة بالنسبة للكيان الإسرائيلي حينما ضربوا الكنصولية الإيرانية في دمشق واعتقدوا أن إيران لم ترد إيران ردت بهذا الشكل الذي حاز قدر كبير جدا من الزخم الإعلامي وبالتالي هناك نقاش كبير في الحقيقة عن الانكشاف الاستراتيجي الذي يعاني منه الكيان الإسرائيلي وأن الكيان الإسرائيلي لم يتمكن من حماية نفسه لولا هذا الدعم الإقليمي والدعم الدولي الهائل ولذلك هذه قضية مهمة جدا كل هذه الأحداث المحيطة بفلسطين المحتلة من العراق أو من لبنان أو من اليمن أو من داخل فلسطين المحتلة أو حتى الضربة الأخيرة من إيران هي تنمع النوع من الانكشاف الاستراتيجي هذا أولا ثانيا في الحقيقة نحن نتحدث عن مستويات حتى أعمق من اللحظة الراحنة كان هناك رهان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الكيان الإسرائيلي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بإخراج العراق نهائيا تفكيق العراق وإخراج العراق نهائيا من الصراع العربي الإسرائيلي بل تحويل العراق إلى حليف للكيان الإسرائيلي وكان هناك نقاش كثير كلنا نتذكره منذ تلك اللحظة الآن في الحقيقة هناك إثبات أن العراق في الحقيقة يعود لاستئناف دوره وأن يكون محورا ورقنا أساسيا في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي وبالتالي هذه أيضا قضية مهمة في هناك نقطة ثالثة فيما يتعلق بالراحن والجاري أيضا كان هناك رهان بكشف ظهور الفلسطينيين تماما كشف ظهر المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة وإشعار الفلسطينيين أنهم وحدهم في حين أيضا يجري تصوير الموقف وأن الكيان الإسرائيلي يعني يحظى بكل هذه التغطية وكل هذا الدعم وكل هذا الإسناد ليس فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أوروبية هناك حديث حتى عن دول عربية وبالتالي وجود قوة في الإقليم تساند الفلسطينيين تساند المقاومة داخل قطاع غزة أعتقد أيضا أن هذه قضية مهمة جدا الآن حينما يلعب الاحتلال الإسرائيلي هذه اللعبة بتنفيذ عمليات من خلف الضلال عمليات ذات طبع أمني عمليات ذات طبع استخباراتي وتخريبي من داخل البلاد العربية أو البلاد الإقليمية عموما إذا كنا نتحدث مثلا عن إيران هذا في الحقيقة له دلالات مهمة جدا ينبغي التنبه لها والتنبه لهذه الأذرع وهذه الخلايا والبحث عن الأماكن التي تنطلق منها هذه الهجمات الإسرائيلية لكن أيضا هذا من جهة أخرى ينم في الحقيقة عن احتمام إسرائيلي ما كان لإسرائيل أن تنفيذ عمليات في قلب العراق أو في قلب سوريا أو في قلب إيران لو لا أن هذه الهجمات الحقيقة مؤثرة وثمت احتمام إسرائيلي على هذا الصعيد ومن ثم هذا من جهة أخرى يضاعف من المسؤولية على القوى الإقليمية المعادية للكان الإسرائيلي والمناصرة للمقاومة الفلسطينية بضرورة تطوير أدواتها وبضرورة مواكبة هذه القدرات الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب من خلف الظلال على كل حال بعد قليل أستاذ ساري سأسألك كيف يمكن أيضا تطوير هذه الإمكانات كما تتحدث في ظل هذه المواجهة بين هذه القوى وإسرائيل كما ذكرت ولكن مشاهدين ندخل أكثر في تفاصيل هذا العدوان على مقر الحجد الشعبي إذن في العراق الحصيلة استشهاد أحد عناصره وإصابة العشرات بينهم منتسب من الجيش بحسب خلية الإعلام الأمني العراقي الخلية أشارت إلى أن الاعتداء وقع داخل قاعدة كالسو شمال بابل على الخط الدولي الذي يضم مقر للجيش والشرطة وهيئة الحجد الشعبي وأضافت أن تقرير قيادة الدفاع الجوي أظهر عدم وجود طائرات مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل الانفجار وأثناءه مؤكدة تشكيل لجنة فنية عليا للتحقيق في الحادثة رئيس هيئة أركان الحجد الشعبي عبد العزيز لمحمداوي أبو فدك تفقد بدوره موقع الانفجار في بابل فيما نفت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينت كوم وقوف قواتها خلف الضربات في العراق مؤكدة أن المعلومات القائلة أن واشنطن نفذت غارات جوية خاطئة في رد أولي على الاعتداء أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات جنوب فلسطين المحتلة مؤكدة أن الهجوم جاء ردا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي السيادة العراقية واستهدافه مقارا للحجد الشعبي هي تطورات في العراق تأتي على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ظل حضور فاعل لبغداد بدعمها القضية الفلسطينية ونصرتها للمقاومة في فلسطين على مختلف المستويات منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى أستاذ قاظم الحاج زيارة سريعة لأبو فدك لمحمداوي رئيس هيئة أركان الحجد الشعبي دلالات هذه الزيارة بهذه السرعة وهذا العدوان خاصة إذا ما تم تفعيل ربما وعودة العمليات ضد الوجود الأمريكي في العراق هل سيؤثر على المباحثات التي حصلت ومحاولات حل موضوع الوجود الأمريكي بالطرق الدبلوماسية ونحن كنا نشهد قبل أيام وخلال الأيام الماضية زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى واشنطن أولا يعني نحن في العراق لدينا موقف واضح وصريح تجاه القوات الأمريكية على الأراضي العراقية هي قوات محتلة وهذه القوات المحتلة تصنف جزء أساسي من المنظومة الأمنية العراقية وهي الحجد الشعبي على أنها مجامع إرهابية بل تتهمى أنها تأتمر بأمرة إيران وبالتالي ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذا التقييم يعتبر حقيقة يعني ليس ذا جدوى هذا من جانب من جانب آخر وقبل الإجابة عن سؤالك مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل مسؤولية في هذا الحادث حتما هذا الأمر غير موجود لاعتبارات عدة أولا سماء العراقية يعني مستباحة من قبل الأمريكان وحتى على مستوى ما يسميه الأمريكان الجهد الاستخباري والمعلومات والأمن فيما يخص السماء العراقية هو تحت سيطرة الأمريكان الأمر المهم الآخر هناك قيادة عمليات مشتركة الأمريكان مشتركون فيها وحتما أنهم يتحكمون بنسبة ما في مسألة المعلومات أو غيرها من الأمور الأخرى الأمر الآخر أيضا أن العراق أكثر من مرة سعى لأن يكون هناك توجه باتجاه أسواق عالمية لشراء منظومات رادار ودفاع جوي والولايات المتحدة الأمريكية مانعت ذلك أيضا الآن في هذه الظروف نحن بمواجهة مع الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت الحج الشعبي نفسه وقتلت قادة وكان هناك شهداء قادة لمحاور مهمة على مستوى استقرار الأمن الداخلي العراقي بالتالي لا يمكن أن يكون هناك استثناء لهذه الحادثة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل مسؤولية زيارة سيد ريسر كان الحاج أبو فدك إلى الموقع مهمة جدا حقيقة أولا لكي يكون هناك ترسيخ على أن هذه حادثة موجودة ثانيا لا يمكن أن يكون هناك تلاعب أو ربما محاولة تعطيل أو تأخير نتائج التحقيقات أو إخراجه بصورة لا تتناسب مع الواقع الذي تم في قاعدة كالسو ليلة أمس هناك صورة للحاج أبو فدك واضحة وصريحة وهو يمسك بجزء من شضايا صاروخ صناعة أمريكية وهذه نقطة مهمة جدا البعض حاول أن يروج على أن هناك ذخائر أو غيرها من الأمور الأخرى التي ممكن أن تفجر أو تنفجر نتيجة سوى تخزين هذا الأمر أيضا تم نفيه من قبل اللجان الأمنية أيضا سيد الفاضل بالمجمل الآن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الظروف الحالية حتى وإن كانت هناك مفاوضات أو غيرها من الأمور الأخرى على مستوى يعني عراقي هناك استفهامات كثيرة لطبيعة العلاقات القادمة وخصوصا الأمنية منها وهل أن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تكون حليفا ستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية بدون أن يكون هناك موقف عراق تجاه الكيان الإسرائيلي هل هذا الأمر ممكن هذا يعني لدينا الإجابة لكن من الناحية الرسمية لا بد أن يكون هناك موقف ماذا لو دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الموقف الرسم العراقي باتجاه زاوية حرجة أو نقطة حرجة ولم تفعل الاتفاقيات التي تم توقيعها في واشنطن إلا أن يكون هناك تطبيع أو اعتراف أو حتى يعني غض الطرف أو حتى أن يكون هناك تغيير في الخطاب الرسم العراقي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يجري في قطاع غزة كل هذه المبررات لا تخلي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أخذين بنظر الاعتبار وبالتجربة أن أمريكا تصدق عندما تكذب فقط وبالتالي هذا الأمر يضعنا في علامات استفهام متعجب كثيرة جدا مع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا طبيعة الموقف العراقي من القضية الفلسطينية فصائل المقاومة العراقية كانت وستبقى مساهمة في جبهات الإسناد بل إنها في مواجهات مباشرة وأيضا انتقلت فصائل المقاومة العراقية كباقي فصائل المحور المقاومة إلى طبيعة قواعد الاشتباك الجديدة وهو الرد المباشر على أي اعتداء بدون أن يكون هناك انتظار أو إعادة حسابات وهذا الأمر أعتقد أنه تم منذ ليلة 14 من هذا الشهر عندما باشرت الجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف داخل فلسطين المحتلة وضرب الأهداف المحددة لها لذلك سيد الفاضل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والحرج الذي ممكن أن يكون هذا يعتمد على طبيعة الموقف الرسم العراقي وتبنيه للمواقف التي هي موجودة على أرض الواقع بدون أن يكون هناك تأثر بالموقف الأمريكي أو بالنفي الأمريكي أو بالظروف الموجودة الآن الظروف العسكرية الظروف الاقتصادية الظروف الأمنية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن لم تحتدي بصورة مباشرة على العراق أو على القوات الأمنية فأنها تحتدي على الحثيين في اليمن على أنصار الله في اليمن تحتدي على الفلسطينيين يعني خذ هذه المفارقة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات للفلسطينيين وتمد الإسرائيليين بسلاح لكي يقتلوا الفلسطينيين وأيضا تحتدي وفق هذا المنظور على حزب الله في جنوب لبنان وأيضا تحتدي على سوريا وأيضا تحتدي على جمهورية الإسلامية بالنتيجة هي وفق مبدأ الساحات وقواعد الاشتباك هي تحتدي على العراق والعراقين وكل هذا سيدفعنا لنسألك أستاذ محمد سطوحي في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في العراق بشكل واضح باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة دعما وإسنادا لقطاع غزة وفي ظل التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والمعلن في كل يوم بأمن إسرائيل وحماية إسرائيل وبعد هذا الاعتداء الذي لم يذيل حتى الآن بتوقيع أي جهة واضحة هل يمكن أن تنحو الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه أيضا استهداف فصائل المقاومة العراقية مجددا لمجرد بأنها تقوم باستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ ما تريده الحكومة العراقية البرلمان العراقي والشعب العراقي بالخروج من العراق وإقامة علاقات طبيعية تقوم على الندية والمصالح المتبادلة بالنسبة للسؤال الأخير أنا لا أدري إذا كان هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية بسحب القوات الأمريكية أعلم أن هناك كلام في البرلمان وقرارات بعض القوى تطالب بذلك لكن لا أدري ولا علم لدي بأن هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية بإنهاء وجود القوات الأمريكية وهذا يفرق كثيرا لأنه في واشنطن يقولون دائما أنه نحن نستمع إلى هذا الكلام لكن لا يوجد طلب رسمي لدينا لكي نسحب قواتنا من العراق هنا أستاذ محمد بالإذن منك أستاذ كاظم سريعا هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية باختصار لأنه هذا وقت لأستاذ محمد عذرا نعم نعم يعني في 30 ثانية أولا لا وجد هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية لكن هناك تم تشكيل لجنة انسيقية عسكرية عليا لإيجاد آليات لرسم طريق جدول زمني لإخراج القوات الأمريكية عندما تصل هذه اللجنة للتوصيات النهائية حتما سيكون هناك طلب عراقي وبالتالي تحويل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه القوات إلى كما سميت رسميا بالعلاقة الثنائية العلاقة الأمنية الثنائية ما بين العراق وأمريكا فضل أستاذ محمد نعم إذن هذا يؤكد ما قلته أنه واشنطن تقول عندما يأتينا هذا الطلب الرسمي سوف ننظر فيه وهناك لجان لبحث هذا الأمر من أجل الوصول إلى تفاهم مع الحكومة العراقية إذن هذا أمر سابق لأوانيه الجزء الآخر الخاص بالقوات الأمريكية ودورها هي أكدت دائما أنها تدافع عن إسرائيل لكنها لن تشارك في الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ليس من مصلحة واشنطن أن تشارك في هذه الهجمات لاحظنا ذلك قبل الهجوم في أصفهان وأيضا سارعت بنفي أي مسئولية عندما وقعت الهجمات داخل العراق إذن أنا شخصيا أرى أن ذلك تأكيد ليس فقط على مصلحة واشنطن لأنها لا تريد للخراط في عمليات عسكرية داخل العراق وسوريا ولكن أيضا أنا أرى أن فيه أيضا مصلحة لتلك الأطراف ليس فقط لا أتحدث هنا عن إسرائيل ولكن الأطراف في العراق وفي إيران نفسها إيران كان من الممكن جدا أنه رد الفعل الإسرائيلي الذي وصفاه بن جفير بأنه مصخرة أو ما زال كان من الممكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير لكن فاعتقادي أن شعور واشنطن بأن هذا تهديد لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة وأنها لا تريد التصعيد هو الذي حجم رد الفعل الإسرائيلي إذن من مصلحة الدول العربية ومن مصلحة إيران ألا تورط واشنطن أكثر من ذلك حتى لو كانت هناك مسئولية غير مباشرة حتى لو كان هناك دعم كبير من الولايات المتحدة لإسرائيل حتى لو كانت هناك مشاركة في الدفاع عن إسرائيل عندما تم الهجوم عليها هذا كله لا يدفعنا لكي نقول أن واشنطن مسئولة مسئولية مباشرة وبالتالي علينا أن نورط واشنطن أكثر مما هي متورطة فيه لأن هذا معناه أن الولايات المتحدة ستفى تتدخل بشكل مباشر فيما تقوم بإسرائيل وهو من الممكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر فداحة إسرائيل كانت تريد بل وتتمنى وتضغط منذ سنوات طويلة مثلا على الولايات المتحدة من أجل تدمير البرنامج النووي الإيراني لو أن واشنطن وفقت على ذلك لكان رد الفعل الإسرائيلي مختلفا وتم التوجه مع القوات الأمريكية باستهداف البرنامج النووي الإيراني كون أن واشنطن قالت لا هذا جعل إسرائيل في موقف صعب إما أنها تقوم بعمليات كبيرة تؤدي إلى ردود فعل إيرانية كبيرة تدمر الدولتين في وقت واحد وإما أن تذهب برسالة وليس بضربة هذا ما حدث في العملية الأخيرة في أصفهان التي كانت رسالة وليست ضربة إذن الاختيار الاستراتيجي الإسرائيلي في هذه اللحظة هو إما أن تذهب بكامل قوتها بمشاركة أمريكية لضرب إيران وتحديدا البرنامج النووي الإيراني لأنها لا تستطيع من مفردها أن تفعل ذلك أو أنها تكتفي بالرسالة لأنه ما دون ذلك ما بين البيناين يؤدي إلى ضمار كبير في الناحيتين هذا ما لا تريده إسرائيل إسرائيل العالقة في قطاع غزة أستاذ ساري عرابي ارتكبت خطأا كبيرا عندما اعتدت على القنصلية الإيرانية وهذا تجلى بالرد الإيراني في الرابع عشر من نيسان فدخلت المنطقة في قواعد اشتباك جديدة بحسب ما أجمع كل الخبراء حتى في إسرائيل تحدثوا عن ذلك الآن حتى اللحظة لم تعلم بوضوح أو لم يتضح بوضوح أنها هي من قامت بالعدوان على الحشد الشعبي في العراق بمعنى أنها لم تعترف لم تصرح بذلك ولكن إلى أي مدى يمكن القول أن إسرائيل الغارقة في قطاع غزة وباعتدائها هذا على العراق بعد اعتدائها على القنصلية الإيرانية وما رأيناه في الرابع عشر من نيسان تغرق أكثر وتاليا من الممكن أن تتعرض إلى ما هو أكبر من ذلك في حال قالت المقاومة الإسلامية في العراق أننا بعد هذا الاعتداء سنوسع أكثر من بكار هجماتنا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وهناك نقطة أنت تحدثت عنها قبل قليل أستاذ ساري ولكن باختصار بموضوع أن القوة التي تواجه إسرائيل عليها أن تطور من أدواتها ما هو المطلوب هنا بالنسبة للتطوير أولا الحقيقة الكيان الإسرائيلي هو اعتاد على هذا النمط من العمليات بمعنى هو عادة لا يعلن عن تنفيذ عملياته ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية وهو يعلن بصورة شبه مواربة ويفتخر بأنه الذي يقف خلف هذه العمليات من خلال الصحافة الإسرائيلية من خلال التسريبات دون أن يقول ذلك بنحو المباشر ومن ثم الكيان الإسرائيلي نفذ العديد الحقيقة من العمليات سواء في إيران أو في العراق أو داخل سوريا ولا سيما في استهدافه للوجود الإيراني أو وجود حزب الله داخل سوريا على وجه التحديد دون أن يعلن حتى الضرب الكنسولية هو لم يعلن عن ذلك بصورة صريحة ومباشرة ومن ثم هذا يلقي قدر كبير جدا الحقيقة من المسؤولية على جميع أعداء الكيان الإسرائيل أو خصوم الكيان الإسرائيل في المنطقة في فهم طبيعة التوجهات الإسرائيلية يعني بمعنى أن المقاومة في العراق أحسنت في الحقيقة في حين أنها لم تنتظر اعترافا إسرائيلي مباشر هي لا تحتاج مثل هذا الاعتراف الإسرائيلي مباشر لا يوجد أحد له مصلحة في تنفيذ هذا النوع من العمليات سواء الكيان الإسرائيلي وثانيا كما سلق قبل قليل هذه العادة تاريخية للكيان الإسرائيلي أنه ينفذ مثل هذه العمليات دون أن يكون بصورة مباشرة أنه الذي نفذ مثل هذه العمليات هذا أولا ثم ليس تمت حاجة كبيرة لانتظار أن كان سيعلن عن ذلك أو لن يعلن عن ذلك وفي الأغلب هو لن يعلن عن ذلك في المقابل إذا كان الكيان الإسرائيلي يعتمد على هذا النوع من العمليات العمليات ذات الطابع الأمني وذات الطابع الاستخباراتي أو ما يمكن أن يسمى بالحرب خلف الضلال في الحقيقة لا بد من تطوير أدوات مكافئة لمواجهة هذا النوع من العمليات إذا كان الكيان الإسرائيلي ليراهن أن مثلا قوى أساسية في المنطقة لا تريد أن تتحول هذه المواجهة لحرب إقليمية شاملة وطاحنة يتنحاس فيها الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تملك من قدرات هائلة أسطورية غير مسبوقة في التاريخ البشري إلى جانب الكيان الإسرائيلي وبالتالي يجب أن يواجه الكيان الإسرائيلي في الصحات الأخرى وبالأدوات الأخرى وفي الميادين الأخرى التي يفتخر ويقول أنه يحسن العمل فيها ولديه خبرة هائلة في العمل فيها في الحقيقة من الصعب جدا أن توجه ملاحظات أو مكترحات على هذا الصعيد هذه وظائف الدول بطبيعة الحال ووظائف القوى التي تواجه الكيان الإسرائيلي عليها في البقابل كما أثبتت هذه القوى أن قواعد الاشتباك تغيرت وأن الضربة تواجه بضربة وأن هناك العديد من المعادلات لم تعد قائمة سواء قبل 721 أكتوبر أو حتى قبل الرابع عشر من نيسان إبريل وحتى هذه اللحظة لكن أيضا في المقابل لا بد من تطوير أدوات العمل والمواجهة للكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة لأن الكيان الإسرائيلي مرة أخرى يراهن بالدرجة الأولى على انحياز الولايات المتحدة الكامل إلى جانبه وكذلك يراهن على ما يسميه الكيان الإسرائيلي نفسه يسمي بعض الدول العربية بأنها دول عازلة يعني تم ترهان أيضا إسرائيلي بشكل أو بآخر على طبيعة الإقليم العربي كل هذه الأمور لا بد أن يجري تجاوزها من أجل إضعاف الكيان الإسرائيلي أكثر على المستوى الاستراتيجي كنا نتحدث عن حالة انكشاف استراتيجي هذه الحالة لا بد أن يجري تجاوزها أصلا لا يمكن أن يردع الكيان الإسرائيلي ردعا حقيقيا إلا إذا وجه بهذا النحو بقطع نظر عن ما يجري داخل قطع غزة بطبيعة الحال لا شك أن أمال الفلسطينيين في قطع غزة أكبر بكثير من مستويات الدعم والإسناد الموجودة الآن ويبدو هذا الأمر أعتقد واضح بما في ذلك لأنصار المقاومة الفلسطينية داخل قطع غزة لأن طبيعة المجزرة والإبادة الجماعية والإزاحة السكانية والقتل الهائل والتدمير والخراب والدفع الفلسطينيين نحو النزوح داخل قطع غزة أكبر بكثير من كل أشكال المواجهة القائمة حتى الآن بمعنى أعتقد أن هناك مسئولية أخلاقية وأن هناك مسئولية متعلقة بمواجهة الكيان الإسرائيلي والهيمن الأمريكي على المنطقة لإسناد المقاومة الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني داخل قطع غزة أكبر مما هو قائم حتى الآن لكن بمعزل عن موضوع قطع غزة بصرف النظر عن ذلك المصلحة الصرفة يعني بمعنى المصلحة الصرفة لهذا الطرف أو ذاك من أنصار المقام الفلسطيني للعراقيين أو اللبنانيين أو اليمنيين أو حتى إيران تتطلب قواعد اشتباك مختلفات تتطلب أدوات أكثر جرأة وأكثر مبادرة من أجل حماية هذه الكوة لأنه لا يمكنك أن تغل يد الإسرائيلي أن تكبح يد الإسرائيلي إذا كان الإسرائيل مطمئن في الحقيقة وهذا الذي سلف وتحدثت عنه قبل كليل هو حينما ضرب الكنسولية الإيرانية في دمشق هو كان مطمئن أنه لن يكون هناك رد بالاستناد إلى ما تسمي إيران بالصبر الاستراتيجي الآن هناك حالة تلاوم هائلة داخل الكان الإسرائيلي أن التقديرات كانت خاطئة تماما وأن إيران ردت بالفعل وبالتالي ما يغل يد الإسرائيلي ليس فقط قدرة الولايات المتحدة على ضبط الإيقاع في المنطقة بل بالقدرة القوى الأخرى المخاصمة للكيان الإسرائيلي والمعادية له على أن تثبت له أنها لن تقف مكتوفة الإيقاع وهي هذه النقطة مهمة وسائل ساري لأن البعض يقول أنه ماذا لو كانت هذه القوى أصلا لا تمتلك كل هذه القدرات هل كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على ضبط إسرائيل؟ هذا سؤال كبير نعم بالتأكيد لو أن هذه القوى في الحقيقة أولا لا تملك هناك عدة نقاط في هذا الموضوع أولا امتلاك الرؤية بمعنى أن يكون هناك رؤية تحررية رؤية للتحرر من الهيمنة الأمريكية في المنطقة ونحن ننظر إلى الكيان الإسرائيلي بوصفه أحد أدوات الهيمنة الأمريكية في المنطقة نحن لا نفصل الكيان الإسرائيلي عن الولايات المتحدة الأمريكية وأي تباين في المواقف أو الرؤى وجهة النظر بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هو تباين داخل البيت الواحدة وهو نقاش على الطاولة الواحدة كما أن الإسرائيليين في مجلس الحرب أو في الأوساط السياسية المتنافسة أو المتعارضة وأن هناك وجهة نظر داخل المؤسسة العسكرية والسياسية والأمنية داخل الكيان الإسرائيلي قد تتفاوت أو تتباين بالضرورة قد تتفاوت وتتباين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي في بعض البلفات ولكن على أرضية واحدة ومن ثم امتلاك الرؤية وامتلاك الإرادة هو الذي يوفر هذه القدرات وهذه القدرات أيضا لا بد أن تتعزز في سياق هذا المشروع التحرري للتخلص من الهيمن الأمريكية ومن النفوذ الإسرائيلي والعلو الإقليمي للكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة وأيضا من أجل حماية الذات وأيضا من أجل صياغة إقليم عربي إسلامي متناغم منسجئ متحرر من كل هذه الهيمنة على كل حال ونحن نتحدث أيضا عن المقاومة الإسلامية في العراق وما حصل والرد المقاومة العراقية السريع والموقف الأمريكي وكل ذلك مشاهدين والمأزق الإسرائيلي مأزق نتنياهو يتعمق وهذا ما تؤكده الصور الواردة من تل أبيب في هذه اللحظات هذه الشرطة الإسرائيلية تقمع هذه التظاهرة الضخمة بحسب ما تم وصفها في تل أبيب والتي تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة وإبرام صفقة تبادل للأسرى فورية مع المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالنتقال مشاهدين إلى الملف الثاني في المسائية الحديث عن الزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تركيا هي الزيارة الأولى لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى تركيا منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى وقد التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردغان اللقاء ناقش جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخلاله أكد أردغان أن إسرائيل ستدفع يوما ما ثمن ظلمها للفلسطينيين مشيرا إلى مواصلة بلاده الجهود الدبلوماسية للفت نظر المجتمع الدولي إلى هذا الظلم ولفرضه عقوبات على تل أبيب كما شدد أردغان على الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني بالموازات مع لقاء هنية وأردغان جرى تأكيد أولوية وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة خلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري سامح شكري في ترك مع التحذير من تبعات استمرار الحرب على المنطقة أولوية الأولى يجب أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ سيغة حل الدولتين وما لم يحدث هذا فالهجمات التي وقعت في اليمن بالأمس والتوتر بين إيران وإسرائيل اليوم ونوع آخر من الحرب غدا والطرابات داخلية أخرى والطرابات اجتماعية في بلد آخر في اليوم التالي كل هذا سوف يستمر في الحدوث مزيد من الصراع العسكري أمر يهدد كافة الدول العالم يهدد مصر يهدد تركيا وقد استغرقت مباحثاتنا مع معالي الوزير هذه التطورات تحديدا وأهمية أيضا العمل المشترك لإحتواء الأثار السلبية المترتبة على ذلك اللقاءان من شأنهما دعم موقف حماس وباقي فصائل المقاومة وتعزيزه في مواجهة التعنت الإسرائيلي وهو تعنت دفع مصدرا فلسطينيا قياديا إلى التأكيد للميادين أن حماس ترى غياب أرضية للتفاوض الآن مع الاحتلال منذ قدمت الحركة باسم فصائل المقاومة ردها على مقترح الوسطاء لم تجري أي اتصالات بين الوسطاء والجانبين الأمريكي والإسرائيلي بحسب المصدر الذي أضاف أن الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء أن رد حماس يعني فشل المفاوضات وأنهم لن يرسلوا أي وفود إلا بعد تغير موقف حماس فيما تمسكت الحركة بمطالبها الأربعة في قضايا وقف النار الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار بينما لوحت حماس بالبحث عن بدائل كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح الفلسطينيين وقضيتهم موقف يأتي بعد استخدام واشنطن حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على عضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو سلوك أمريكي وصفه عباس بالمخيب للآمال والمؤسف والمخزي وغير المسؤول وغير المبرر وبالعدوان السافر هنا بالإذن منك أستاذ كاظم الحاج سأبدأ هذا الملف مع الأستاذ ساري عرابي لأنه ملف يتعلق أيضا بتطورات المشهد الفلسطيني وزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس معيل هنية إلى تركيا من حيث التوقيت أستاذ ساري كيف يمكن أن نقرأ هذه الزيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا يعني أعتقد أن تركيا أولا باتت راغبة في أخر دور فيما يتعلق بالملف الفلسطيني حينما نأت بنفسها عن ذلك خلال المرحلة الماضية لا شك أن الموقف التركي ربما كان أقل مما يأمله الفلسطينيون ولكنه أفاد على الأقل في اللحظات الأولى في تغضية حركة حماس دبلوماسيا وقانونيا حينما كان هناك محاولة إسرائيلية أمريكية لوصف حركة حماس بكونها حركة تشبه داعش يعني كان هناك إلحاح إسرائيلي على هذا الموضوع من ثم كان هذا الأمر مفيد لأن واضح أن تركيا تحاول ولسيما بعد الانتخابات البلدية الأخيرة والتي بحسب المراجعة تركية نفسها على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من أسباب خسارة حزب العدالة والتنمية أن جزءا من المحافظين القاعدة الانتخابية المحافظة لحزب العدالة والتنمية امتنعت عن التصويت له جانب من ذلك كان أمرا عقابيا أعتقد أيضا أن تركيا ربما سارعت إلى مساعدة وإسناد حليفتها قطر هناك تحالف قطري تركي معروف بطبيعة الحال هناك حملة تحريض إسرائيلية كبيرة على قطر في الحقيقة هذه حملة التحريض تلقى استجابة في أوساط داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا شك أن قطر هذا الدور الذي تقوم به على صعيد الوساطة وربما تخشى خلال المرحلة القادمة أن يستخدم ضد قطر تماما كما استخدمت علاقة قطر بحركة حماس في وقت سابق في محاولة لتعزيز دواعي حصار قطر في الأزمة الخليجية السابقة وكان دائما هناك أطراف إسرائيلية وأطراف موالية أو داعم للكيان الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذه الملفات للضغط على قطر أعتقد أن حركة حماس تريد أن تحرر قطر أيضا في المقابل من هذا الضغط من مصلحتها في كل وقت وفي كل حين وفي كل آن ولكن الآن هذه المصلحة تتعزز في أن يكون لدى حركة حماس خارج الأرض المحتلة يعني بمعنى الأجهزة السياسية والدبلوماسية للحركة خيارات متعددة ومساحة أوسع للتحرك في الخارج وأيضا من مصلحة حركة حماس أن تجذب وتجلب الجانب التركي لاتخاذ مواقف أكثر جرأة وأكثر قوة في حماية الحركة وفي تعزيز موقف الحركة كذلك أيضا حركة حماس تريد أن تقول أن كل محاولات الضغط والابتزاز التي مورست على الحركة خلال الشهور الست الماضية يعني لن تثمر وبالضرورة الآن لن تثمر وواحد من تجليات هذا الموقف لحركة حماس هو قولها للجميع أنها أيضا ليست مضطرة إلى مكان وليست مضطرة إلى وساطة محددة وبالتالي هي تسعى إلى توسيع هذه الخيارات فقط مقطة أخيرة أعتقد أيضا من الأمور التي ربما حسنت الموقف التركي نسبيا في إسناد حركة حماس هو صمود الفلسطينيين يعني كان هناك رهان كبير ربما أو خشية يعني هناك رهان لدى أنصار الكيان الإسرائيلي وهناك خشية ربما لدى بعض المتعاطفين مع الفلسطينيين أن حركة حماس لن تصمد كثيرا أمام تلك الهجمة العاتية للكيان الإسرائيلي هذا الصمود الطويل والأسطوري في الحقيقة في الميدان وفي جانب المفاوضات هو الذي يحسن من هذا الموقف يعني السياسي والديبلوماسي لصالح حركة حماس ولصالح الفلسطينيين عموما على كل حال كان هناك نشاط تركي ديبلوماسي كبير بعد الضربة الكبيرة الإيرانية لتل أبيب لإسرائيل ليس لتل أبيب فقط في الرابع عشر من نيسان أستاذ كاظم الحاج لاحظنا اتصالات مع الجانب الإيراني اتصالات مع الجانب الإسرائيلي كان هناك دعوات أيضا لوقف العدوان على قطاع غزة وبالفعل كان هناك ما يبدع كأنه تحول ما في الموقف التركي محور المقاومة خاصة الجانب الإيراني إلى أي مدى قد يكون أو يشجع على أن يكون هناك وساطة تركية أو أن تكون تركيا هي وسيط مقبل في أي مفاوضات من شأنها وقف اطلاق النار في قطاع غزة يعني الوساطة التركية حقيقة عليها عدة مؤشرات أولا الموقف التركي منذ 7 أكتوبر إلى هذا اليوم ليس بالمستوى الذي ممكن أن يتناسب مع الشعارات التي يرفعها أردوغان أو يرفعها حزب العدالة والتنمية حقيقة هذا من جانب من جانب آخر يعني أيضا على مستوى الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة لم يكن هناك أي شيء يذكر بالنسبة لتركيا أو ممكن أن يبنى عليه كموقف ممكن أن يكون مساند وبالتالي يولد ثقة ما أو يعطي توجها على أن تركيا ممكن أن تأخذ دورا ما أعتقد أن الآن ما يجري في أنقرة لسببين أساسيين أولا هناك توجه داخل الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد قطر عن مسألة المفاوضات وبالتالي دفع تركيا لعب هذا الدور نتيجة موقفها ليس المتوازن وإنما المنحاز للكيان الإسرائيلي وربما هذه الرغبة نقلت عن طريق وزير الخارجية المصري وعلى هذا الأساس رأينا السيد إسماعيل هنية في أنقرة هذا من جانب الجانب الآخر هو دور تركيا فيما يجري في المنطقة وخصوصا في المثلث العراق السوري ودعم تركيا في بعض الأحيان للمجامع الإرهابية وتدخلها في شأنين العراقي والسوري هذا أيضا يعطي ترجيحا أو ربما امتيازا للدور التركي في المفاوضات التي ممكن أن تكون عن طريقه وبالتالي ربما تكون هذه الكفة تميل للجانب الآخر وليس للجانب الفلسطيني وهذا الأمر يعني معروف فلسطيني ولكن هنا أستاذ كارب عندما تقول حضرتك أن الولايات المتحدة تسعى إلى أبعاد قطر والاعتماد عدل تركيا في موضوع الوساطة هل هذا مبني على معلومات موجودة لديكم أم أن هذا في صياق التحليل لا هو أولا مراكز الدراسات يعني خلال يعني الأسبوع الماضي تؤشر بهذا الاتجاه على أن دور قطر لا يمكن أن يعول عليه باعتبار أن قطر الآن تمارس دورا ليس حياديا هكذا سمي في تلك الدراسات ليس حياديا وأن ما تميل لصالح الفلسطينيين وخصوصا على مستوى الدعم لحماس تحديدا ليس فقط للصبغة الدينية أو الفكر الديني وأنما فيما يخص القضية الفلسطينية بصورة عامة وهذا الأمر يعني ربما هناك أيضا رغبة خليجية بإبعاد قطر لاعتبارات داخل مجلس التعاون وأيضا لاعتبارات يعني ربما مستقبلية في دور قطر في المنطقة وعلاقات قطر وأيضا علاقة قطر بجمهورية الإسلامية لهذه الاعتبارات نرى الآن أن هناك ظهارا أو رفعا للدور التركي الذي ممكن أن تعاول عليه الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفاء الكيان الإسرائيلي أو ربما أستطيع أن أغير الوصف إلى عبيد الكيان الإسرائيلي في المنطقة هنا نريد أن نسأل عن الموقف الأمريكي أستاذ محمد السطوح استمعت للأستاذ كاظم الحاج قبل قليل ويتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو تريد أن تسند مثل هكذا دور لتركيا هل فعلا واشنطن متحمسة لدور لأنقرة في وساطة ما أستاذ محمد وكيف تلقت واشنطن اليوم أيضا كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قال سنعيد النظر بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لقطر الموقف الرسمي الأمريكي وأنا استمعت إلى متحدثين أمريكيين يؤكدون على أن الدور القطري لا يمكن استبداله ولا بديل عنه وهذا لأنه كما نعلم علاقة حماس بقطر وجودها هناك كقيادات هذا مرتبط بالدور القطري عموما الذي رأيناه في علاقة قطر مثلا بحركة طالبان وهو ما سهل الوصول إلى اتفاق لسحب القوات الأمريكية هناك فالدور القطري من هذه الناحية في اعتقادي فريد من نوعه ولا يوجد أو لا توجد رغبة حقيقية لدى واشنطن في تغييره وإن كانت هناك ضغوط إسرائيلية رأينا مثلا نيربركات وزير اقتصاد إسرائيل كان في واشنطن في كل مقابلاته التلفزيونية كان يتحدث عن قطر باعتبارها العدو كان يستخدم قطر مع إيران في نفس الجملة باعتبارهم أعداء إسرائيل فمن هذه الناحية هناك بالتأكيد ضغوط داخل الولايات المتحدة من أجل دفع قطر بعدها لكن لا أعتقد أنه واشنطن تريد ذلك على الأقل من الناحية الرسمية في الوقت الحالي أما مسألة موقف السلطة الفلسطينية من إعادة العلاقات مع واشنطن لا أعتقد أن هذا الأمر يؤخذ بجدية كبيرة في الولايات المتحدة كان هناك علاقات شبه مقطوعة بين إدارة ترامب مع السلطة الفلسطينية لأن المحافظين والجمهورين عموما يرفضون أي علاقة مع السلطة الفلسطينية أغلقوا مكتب منظمة التحرير في واشنطن إدارة بايدن ربما أكثر قبولا واستعدادا لهذه العلاقات وأعادت العلاقات بشكل ربما لم تعد فتح مكتب المنظمة في واشنطن لكن علاقتها أعادت بتواصل مباشر مع السلطة الفلسطينية إذا أعادت السلطة النظر في هذه العلاقة ماذا ستفعل هل ستقطعها هي من نفسها أنا اعتقادي الشخصي أنه هذا ليس حتى في مصلحة السلطة وليس في مصلحة الفلسطينيين لأنه في النهاية عندما تتعنت إسرائيل في مواقف ما رغم كل الانتقادات التي توجه إلى واشنطن لكن العالم العربي عموما والفلسطينيين يقولون أين واشنطن لكي توقف إسرائيل لكي تمنعها لكي تضغط عليها إذن في نهاية الأمر حقيقي وله أسبابه للسياسات الأمريكية إلا أنها لا بديلة عنها أيضا لحتواء ردود الفعل الإسرائيلية أو السياسات الإسرائيلية على كل حال هذه السياسات الإسرائيلية بقتل وإبادة الشعب الفلسطيني مستمر شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سطوحي الخبير بشؤون الأمريكية من نيويورك شكرا شكرا لك أيضا أستاذ ساري عرابي الكاتب والمحل السياسي من رمالة وشكرا جزيلا لك أيضا أستاذ كاظم الحاج الكاتب والخبير بشؤون سياسية من العاصمة العراقية بغداد شكرا دام لكم مشاهدين على المتابعة الميدين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية دائما للمزيد من الأخبار والتقارير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة